السلام عليكم مشاهدين الأعزاء إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناتنا إبدعات نهال النواعم ندعوكم إلى الانضمام إلى أسرتنا الكبيرة بضغطكم على المستطيل الأحمر اشتراك وكذلك تفعيل الجرس لتكونوا أول من يصله جديدنا والاستفادة من كل فيديوهاتنا وكذلك مشاركة الفيديو مع كل الأصدقاء السلام عليكم يا غوالي كنت من تكونوا بأحسن الأحوال يا رب فيديو اليوم إن شاء الله عبارة عن وصفات متعددة ومضمونة بإذن الله لعلاج القلون العصبي أو بومزوي الذي يعاني منه الكثير من الناس وهذا بومزوي هذا يسبب النحافة فالناس الذين يعانون منه مهما يجربوا وصفات لزيادة الوزن وأدوية لفتح الشهية إلى أنهم يلاحظون أن وزنهم هو نفس الوزن لا يزيد أبدا وهذا بسبب الغازات التي توجد في الأمعاء لأن القلون العصبي أو بومزوي يسبب الغازات الكثيرة في البطن ويحول دون خروجها من الجسم واليوم سترون معي بعض الوصفات الناجحة بإذن الله والمتنوعة والسهلة جدا والبسيطة كما عودتكم دائما وكذلك سأعلمكم طريقة التدليك للتخلص من الآلام لأني كنت مصابة به وفعلا آلامه لا تطاق أبدا ويقلل الشهية ويسبب الضغط النفسي وكذلك يسبب آلام في الرأس طبعا استعمالكم لهذه الوصفات يكون في بداية الموضوع أما إذا كان عندكم الآلام المزمن فضروري استشارة الطبيب لأن كذلك هناك أدوية للأسف ضع مني اسم الدواء الذي كنت أستعمله ولكن كنت كذلك أستعمل الوصفات وهي جد فعالة مع التدليك طبعا ستلاحظنا أنني أتكلم بلهجة بيضاء نوعا ما لكي يفهم كل الأخطر ويستفيد الكل وتعم الفائدة بإذن الله طبعا إذا عجبتكم الوصفة لن أحتاج إلى تذكيركم بمشاركتها مع الأهل والأصحاب لدي هنا مكونات ثلاث مكونات عندي هنا الحلبة هذه الحلبة أغلبية الناس لا يطيقون رائحتها ولكن منافعها كثيرة وكثيرة جدا بحيث أني كنت أستعملها لما كنت أعاني من آلام بومزوي أو القلون العصبي دائما أأخذ كمية ملعقة صغيرة كما سترون معي أخذ ملعقة صغيرة كل ليلة سأبدأ معكم وصفة تلواء الأخرى فبإمكانكم استعمال كل وصفة على حدة مع هذا الوصفة الخاصة بالزعتر ستستعملونها بشكل يومي طبعا سنستعمل هذا الزعتر بطريقة ستروقكم بإذن الله أأخذ دائما كمية من الحلبة على فكرة فهي لا تترك أي رائحة في الجسم إذا استعملتموها بهذه الطريقة التي أستعملها بها وإذا كنتم لا تحبون رائحة الحلبة فستجدون في القناة العديد من وصفات إزالة العرق الرائعة جدا أأخذ كمية ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبا هذه الكمية وأضعها في كأس وأضيف عليها ماء بارد ليس بماء ساخن هذه الكمية تقريبا ثم نضيف الماء تقريبا نصف هذا الكوب أو كوب كامل حسب الرغبة ثم نتركه إلى اليوم التالي ثم نشرب الماء فقط قبل الإفطار بمجرد الاستيقاظ من النوم أول حاجة نقوم بها هي أن نشرب الماء ماء الحلبة إذا كنتم تحبون شرب الحلبة كذلك فلن يكون هناك أي ضرر ولكن إذا أخذتم الحلبة كذلك فهي تعطي رائحة في الجسم أما إذا شربتم الماء فقط فهذه الرائحة تكون منعدمة تماما وتقومون بهذه العملية يوميا بشكل يومي فهذا لن يضركم أبدا أبدا فكل هذه الوصفات نافعة وليس فيها أي ضرر وبإمكانكم مرافقة هذه الوصفة الأولى التي تشرب على الريق كما نقول بوصفة الزعتر بما أن أغلبية الأقطار العربية نحب شرب الشاي وأغلبيتنا مدمنون على الشاي رغم أنني لست من المدمنين على الشاي أنا من مدمني القهوة فبإمكانكم إعداد الشاي بالزعتر فمذاقه رائح رائح جدا صراحة ذقت الشاي بالزعتر فمذاقه هائل بإمكانكم شرب هذا الشاي بعد الأكل لماذا بعد الأكل؟ لتفادي كل الغازات فهذه الوصفة الأولى تنظف القلون تنظف القلون من كل الرواسب مع المداومة لها ستلاحظون أن انتفاخ البطن قد زال لأن بومزوي أو هذا القلون العصبي يسبب انتفاخ في البطن بحيث نجد أن الشخص جد نحيف ولكن حجم بطنه لا يناسب قوامه أبدا فهذا نتيجة الانتفاخ الشديد الذي يعاني منه بسبب احتباس الغازات في البطن فنقوم بإعداد الشاي بالزعتر وإن كنتم لستم من محبي الشاي فبإمكانكم وضع ملعقة من الزعتر كذلك في كأس مثل هذا الكأس وإضافة ماء ساخن مغلي سنقوم بالعملية الآن إن شاء الله هنا تقريبا ملعقة صغيرة من الزعتر كما ترون معي والآن سأضيف إليها ماء ساخن مغلي سأضيف الماء المغلي بهذه الطريقة ونغطيه بأي إناء لنحافظ على الزيوت التي يتوفر عليها الزعتر الزيوت المفيدة والتي ستساعدنا إن شاء الله في التخلص من غازات البطن كما قلت لكم لأن أكثر شيء يسبب الآلام هي تلك الغازات وكذلك تمنعنا من الأكل وتكون لدينا كذلك شهية ضعيفة للأكل ثم نغطيه تقريبا 20 دقيقة ثم نصفيه من الزعتر ثم يشرب وهذه العملية كذلك بعد الأكل فالوصفة الوحيدة التي تأخذ قبل الأكل هي وصفة الحلبة وآخر وصفة معنا طبعا بعد هذه الوصفة سأخبركم عن بعض الأطعمة التي يمنع منعا كليا تناولها بالنسبة للناس المصابين بالقلون العصبي والتي تزيد من تهيج الآلام والنبض الذي نحسه في المعضة هناك عندي الشمر والينسون حبة حلاوة والنافع كما نسميهم بالدارجة المغربية فالشمر والينسون لهما دور كبير كذلك في تهدئة القلون العصبي والتخلص من كل الآلام وكذلك الرواسب الموجودة بالقلون بإمكانكم تناول هذه الوصفة عوضا عن الزعتر بالنسبة للناس اللي ما كيحبوش الزعتر فبإمكانكم تعويضها بالينسون والشمر حبة حلاوة والنافع كذلك بنفس الطريقة وتأخذ بعد الأكل وقبل المرور إلى طريقة التدليق التي تخلصنا نهائيا من آلام القلون وكذلك النبضات التي نحس بها والتي تسبب آلام في المعضة وكذلك آلام في الرأس طبعا لا أعرف ما هي العلاقة بين آلام المعضة والقلون والرأس طبعا هذا سيشرح به دكتور متخصص في هذا الموضوع ولكن أخبركم على الأشياء التي جربتها والتي جربها أناس وكانت النتيجة الحمد لله مجدية ونافعة سأخبركم عن بعض الأطعمة التي يمنع منعا كليا تناولها للناس الذين يعانون من القلون العصبي مثلا لدينا الطمر فالطمر فوائده كثيرة وكثيرة جدا ولكن إذا تناوله من كان مصاب بالقلون العصبي فهذا يسبب كذلك نبض شديد وآلام في الرأس نبض شديد في المعدة لا أقصد القلب ولكن نبض شديد فوق السرة نجد نبضا شديد فالطمر وكذلك العسل العسل كذلك فوائده كثيرة ولكن يسبب كذلك الآلام وكذلك الزيوت والزبدة وكل الحلويات التي تحتوي على الكريم أي نوع من الكريم سواء الكريم باتي سياغ الكريم شونتي أي نوع من الكريمات فهو يسبب ذلك النبض المؤلم والشديد لهذا ضروري وكذلك الدهون أو الشحوم الدهون الحيوانية الشحوم كذلك تسبب نبض لهذا يجب على كل من يعاني من القلون العصبي أو بومزوي أن يحرص على تناول الأطعمة بدون زيوت كثيرة وكذلك يتفادى كل الأشياء التي تحتوي على السكريات والآن سنمر إلى مرحلة التدليق التي تهدئ الآلام بشكل كبير جدا نعتبر أن هذه القنينة الصغيرة هي الصرة أما بالنسبة للتدليق فبإمكاننا التدليق سواء بزيت الزيتون أو زيت الكافور أو زيت الخزامة كلها زيوت ساخنة وندلك المنطقة نأخذ القليل من الزيت ونقوم بفرق اليدين بهذا الشكل لكي ترتفع حرارة الزيت ثم ندلك بعكس عقارب الساعة بهذه الطريقة كما ترون معي عكس عقارب الساعة نقوم بهذه العملية مرتين في الأسبوع تقريبا ربع ساعة نقوم فقط بنصف دائرة لا نقوم أبدا بإتمام الدائرة نصف دائرة فقط ونقوم بهذه العملية كما أخبرتكم مرتين في الأسبوع وبإمكانكم كذلك ثلاث مرات إذا كان هناك شخص سيساعدكم فهذا سيكون أفضل وكانت هذه حلقتنا الكاملة والشاملة عن كل من يعاني من القلون العصبي وصدقوني أن كل هذه الوصفات فهي وصفات جد رائعة ومجدية لأني فعلا جربت هذا القلون العصبي وهو يعني ما عارتش غنقول لكم غنخرج عالتاني للدارجة يعني حاجة مؤلمة وكتعصبني بزاف لهذا كنحس بقاء الناس اللي كيعانيوا من هذا القلون العصبي دعواتنا لكم بالشفاء الله يشافكم يا رب ويشاف جميع مرضى المسلمين يا رب إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك وكذلك تشيروا الفيديو وتبرتاجيه مع أحبابكم وأصحابكم وكل جروبات اللي انتم مشتركين فيهم باش الكل استفيد معنا وتعم الفائدة وإذا كان عندكم أي تساؤل أو أي اقتراح لا تردكم إلا أنا ملكم تكتبوا لي تحت إن شاء الله بالتعليقات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع حموم مشاتي وبدعاتي سكر حياتي